تحل اليوم ذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أحد أهم قادة ثورة يوليو وأحد أهم رواد حركات التحرر من الاستعمار ومن بين مؤسسية حركة دول عدم الانحياز ويعد الزعيم جمال عبد الناصر ثاني رؤساء الجمهورية فكانت له مواقف وطنية مشهودة خلدها التاريخ قبل أن يرحل عن عالمنا عام 1970 أحد أهم قادة ثورة يوليو عام 1952 ورائد حركات التحرير في الشرق الأوسط والدول الإفريقية وهو ثاني رؤساء الجمهورية كما أنه من مؤسس حركة دول عدم الانحياز إنه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ولد في الخامس عشر من يناير من عام 1918 بمحافظة الإسكندرية وتخرج في الكلية الحربية في يوليو عام 1938 ثم رقي إلى رتبة الملازم أول في عام 1940 شارك في حرب فلسطين عام 1948 وعقب عودته عين مدرسا في كلية أركان حرب بعد أن اجتاز امتحانها وفي يوليو من عام 1949 تشكلت اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار التي كان له فيها دور رئيسي حيث نجح الضباط الأحرار في الثالث والعشرين من يوليو من عام 1952 في القيام بالثورة واستدعم شعبي ثم أولنت الجمهورية في عام 1953 في السابع عشر من أبريل عام 1954 تولى عبد الناصر رئاسة مجلس الوزراء وفي الرابع والعشرين من يونيو من عام 1956 أصبح رئيسا لجمهورية مصر العربية الزعيم الراحل تبنى فكرة إنشاء السد العالي الذي يمثل ملحمة وطنية سطرها المصريون ويعد أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين وفي السادس والعشرين من يوليو من عام 1956 أعلن جمال عبد الناصر قرارا بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية وبعد مسيرة حافلة ودور وطني استثنائي توفي جمال عبد الناصر في الثامن والعشرين من سبتمبر من عام 1970 وشيع جثمانه الملايين في مشهد مهيب ترجمة نانسي قنقر